في محاولة لتوفير ما يلزم للمصابين بفيروس كورونا يعمل مستشفى شهداء الكوز القروي بيشخرة على توفير وتجهيز الصوانات الأكسجين بمركز العزل بجالو من وحدة الأكسجين الطبي التي تعمل من بداية جائحة كورونا على توفير الأكسجين الطبي لمركز العزل للمصابين كورونا بجالو وكذلك المستشفى المركزي جالو طبعا الساعة الاستعابية للمصنع 72 استوانا خلال 24 ساعة اشتغل طبعا طوال اليوم الانتاجية من بداية جائحة حوالي 1080 استوانا حد الآن المراحل طبعا يوميا نستلمل الاستوانات من العزل ويتم تعقيمها ويتم فصلها على مراحل يعمل المستشفى ضمن توفيره للاستوانات على تعقيمها وفرزها من مراكز العزل بجهود تطوعية وهو من خلال مختصين في هذا المجال نشكر الشباب القايمين على تشغيل المصنع ونشكر كل من مد يد العون لنا لتدليل الصعاب طبعا الشباب قايمين على تشغيل المصنع بمشهود ذاتي بارك الله فيهم وذلك لتوفير الأكسجين للمرضى في العزل جهود تبذل لإنقاذ المصابين والعمل على علاجهم بالإمكانيات المتاحة بمستشفى شهد الكوز القروي بشخرة لإدارة الأزمة واحتوائها والحد من انتشار الوباع الذي تفشى في كل أنحاء ليبيا ترجمة نانسي قنقر